خبر نذهب سريعاً إلى الخبر ربماً لأثار يعني جدل بشكل أو بآخر وموجود النهاردة في معظم البرامج ونشارات الأخبار اليوم ساعة بتقول الاشتباه في تسمم 1911 تلميذ بمدارس سهاج بسبب الوجبة المدرسية بعد مدارس محافظة سهاج شهدت اليوم حالة من الضعر بين التلميذ وبعض أولياء الأمور وده بعد إصابة أكتر من 1911 تلميذ في ثمن مدارس تحديداً في مركزي سألتها وأخميم والأطفال أصيبوا بحالات إعياء وألام في المعدة بعد تناولهم الوجبات المدرسية تم نقل الطلاب بالفعل للمستشفات وتلقوا العلاج مدارية الصحة في سهاج أعلنت حالة التوارئ في كل المستشفات حيات الإسعاف بعدت 40 سيارة إسعاف للمناطق الإصابة وبعد المصادر المطلعة أكدت أنه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تابع مع وزير الصحة ومحافظ سهاج تدعيات هذه الحالات وأنه أيضاً المحافظ اتخذ قرار بإيقاف صرف واجبات التغذية المدرسية بجميع مدارس المحافظة وأحالة الوقع للنيابة العامة